مرحبا موضوع حلقة اليوم هو عن الأطعى الأكتر استعمال بخزينة كيلسيت الأطعى اللي كلنا نلتج إلى قلة لما ما نكون عارفين حالنا شو بدنا نلبس وخاصة بفصل الخريف هي الجينز واللي رح خبركم بحلقة اليوم عن خمس طرق كيف معقول نلبسه أولا لفلير الجينز أو الجينز اللي بتجي إجري مفتوحين شوي من تحت واللي رح تلاقيه كتير بالسوق لأنه هو موضد هالشتوية للفول وينتر 2015-2016 وبالتحديد الخسر طبع هالجينز لازم يكون عالي شوي ليش عالي؟ ليعطي إلوجون بإجران أطول يعني الست بتبين أطول أكتر لما تكون لابس الجينز بميد رايز أو خسره يكون وسط أو خسر عالي كيف معقول تلبسي الفلير الجينز مع بلاتفورم هيلز أو مع كعب عريض مع سلكي بلاك توب وممكن تحطي فوقه أورسايز كاردغان لتعطي هيك روح شوي حلوة لفصل الخليف أهم عشي بالجينز هي الفت يعني الجينز لازم يكون والفتد على جسمك ويكون ملبوس بطريقة كتير منيحة منه وسع كتير ومنه دايئ كتير والطول كمان هو شي كتير مهم لما تلبسي الجينز إذا كان عبيلك تلبسي سكني جينز وهو طويل عليك ممكن تلفلي لورا ليعطيك لك ستيليش كيف معقول تلبسي؟ مع تي شيرت وبايكر جاكت مع أنكل بوتس لبايكر شيك لوك للجينز بخسر العالي متل ما سبق وقلتلك بطول الإجرين شوي ممكن تلبسي يكون كروبت أو مقطوش من تحت وهيدي الترند رح تشوفيها كتير بموسم الخريفة اللي جاية ممكن تلبسي مع أنكل بوتس والإجر بتبين بشكل كتير بسيط تلبسي مع تي شيرت وبهالطريقة بيكون عندك ستيليش لوك مع الجينز فيك تعتم بطريقة اللييرينج يلي هي طريقة كتير حلوة لفص الخريف باللييرينج بقول يعني فيك تلبسي تي شيرت ستاو طوال مع جاكت شوي أقصر ليبين أنه عندك لييرز بالتير يلي اللي بستيها لهيدا الليك ممكن تعتم بدي بلاك جينز على طريقة الليجينج أميس ممكن تكون مربعة وممكن تكسري سوايد الجينز ببلو دايم جاكت أو جاكت الجينز باللون الأزرق كمين ممكن حتى تزيدي تحت لهالجاكت هودي تعطيك اللييرينج إفاكت كتير حلو وآخر لوك فيك تعتم دي وبخبرك عنه بحلقة اليوم هو الجينز أسود كمين بالخسر العالي ممكن تلبسي مع كروب توب وكلاستيك بومبس ممكن تزيدي عليهم بلايزر أو حتى بلايزر مدام تكون مطبع ممكن تكون بلون واحد أو حتى ممكن تكون سليفلس جاكت أو جاكت من دون أكمام إذا كنت كلاسيكية فيك تعتم ديها بلون واحد أو لون كلاسيكي مثل اللون الأسود وإذا كنت جريئة شوي بنصحك تعتم دي لون ميتاليك لتعطي ستراكينج لوك لما تلبسية هاي دي كانت حلقة اليوم بتمنى تكون عجبتك وما تنسي إنك فيك دايما تبقي على تواصل معي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأدرس اللي عم تبرو قداميك على شاشة وعلى سيداتي دوت نت شوفيك الأسبوع اللي جاية اشتركوا في القناة